اهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الجريء والجميلة في البداية احب ارحب بامي اللي على طول جايلي متأخر ازيك اامي ازيك يا محمد اعمل ايه الحمد لله النهاردة باحنا معانا ميكا بارتست وكل حاجة بس مش معانا في اول فقرة احنا معانا اول فقرة اشهر دكتور جراح في مصر الدكتور سامح الامام ازيك يا دكتور سامح اهلا بحالك ازيك اعمل ايه اعمل ايه انا ما جيتش متأخر لا انا ما جيتش متأخر لا تمام لا اخبار دكتور سامح تمام زيك معلش الطريق كان صعب اه الحقيقة الناس كلها والله ربنا عين كنتم الجو نهاردة كان عامل ايه الناس كانت قلقانة منه كلها اه والله اعد على خير يعني شوية مطر نصيبت كده وعدت في الاول وما اه الحمد لله اشهر في جنيه كوسة جدا لا بستاني خبطة انا معلش ما يعني خير خد اعملت حدثة اه الحمد لله الحمد لله يا جماعة احنا يعني الناس كلها في البيوت بقى تقول للمي الف سلام عليها وعلى عربيتها ايه دكتور اهلا بحضرتك حضرتك تخصصتك الاساسي هو الاوعيات دموية دي اكتر حاجة حضرتك يعني يعني بتعملها بحرافية تمام فكلمنا بقى الاوعيات دموية وايه اعراضها في البداية عايزة عارف ايه اعراضها بتيجي للناس اللي عاملت ازاي بس عموما يعني جرحت الاوعيات دموية ده تخصص دقيق جدا كان قرار صعب ان انا اختاره في الاول بس لما اختارته كنت عارف ان مفيش كتير هيدخلوا التخصص ده اه ابويا وعميا اللي ارحمهم هم كانوا سابب رئيسي في ان انا هدخل التخصص ده والحمد لله يعني الدنيا مشيت كويس امورنا مشيت تمام خلصت الماجستير والدكتوراه وخدت زمالة من واتفورد ورجعت خد زمالة مصرية عفرت عشان خاطر نواكب الناس اللي برا يعني احنا بنعمل شغل في مصر هنا زمان كانت الناس تطلع تسافر برا علشان تعملوا تعمل الشغل ده برا الحمد لله ده بفضل ربنا سعى تعالى طب ايه الحالات اللي ما ينفعشوا معها اللي لازم العملية حاجة تتكلم مع الدوالي طبعا بصي هو القصة الدوالي في مصر بالذات بقت قصة شهيرة اول يومين دول عشان خاطر التجميل وبالمناسبة انتو اخترتوا توقيت كويس جدا لكلام عن الدوالي احنا دايما لما بنجي نعمل دوالي للناس كتجميلية يعني بنعملها فاصل الشتة مرزا الناس بتلبس فاصل الشتة وبتبقى متدفئة والكلام ده ما بنبقاش اندرسد كتير ففرصة كويسة انه احنا لابسين في الشتة نعمل الدوالي عشان في الصيف لما ييجي يبقى شكل رجلينا حلوى سواء في البيت او بره البيت هالدولي ليها علاقة بالصفة ولا الشتة يعني والله هو يعني علميا اه طبعا يعني علميا لما درجة الحرارة بتزيد الاوردة بيتضخ فيها الدم اكتر فتبتدي تظهر العروق اكتر يعني حتى معظم الناس اللي عندهم دوالي لاحظوا ان الدوالي بتزيد فاصل الصيف الشعارات الدمية تظهر في رجليهم بس انا عزيز اقول لحضرك على الحاجة واكيد حضرك عارف النقطة دي يعني معظم الشعب المصري عنده دوالي اه الحمد لله ناس كتير يعني والله يبقى الناس كتير جدا من خلييني نشتغل يا حمد فيه طب ايه اسباب ظهور الدوالي للسيدات والرجال اه وراسها يعني 95% من الاسباب بتبقى وراسها الوالد الوالدة الجد الجدة مين كان يعني بيبقى عندهم وراسها بلس العوامل اللي تخلي الدوالي تزيد يعني حد شغله بيقف في كتير حد شغله بيقف في كتير عدم الحركة الكتير طب ليه تزهر اه عايزة بقى سأل سؤال على الحوامل ليه تزهر للحوامل اكتر وبتعالجها ازاي تزهر الحوامل عشان هما ناس بتستحمل ما شاء الله بوسي خلينا اقولك ان لما لما الرحم هو اصلا الدم في الاوردة بيتدفق من تحت لفوق عشان يدخل القلب فالقلب يضخه في الشرعين وتستمر الدور الدمين الحامل الرحم بيبقى مليان بالبيبي بيكبر في البطن جواه بيمنع شوية تدفق الدم الفوق يتراكم تحت فتزيد الاوردة تحت الجلد فتبتد تزهر تحت الجلد طيب ماشي بالنسبة بقى ده بالنسبة للحوامل وسؤال ايمي طيب بالنسبة بقى لدول السقين دول السقين ديت يعني عايز اقولك ان هي بجد بتجي للناس دايما في سن فوق الاربعين وانت داخل على الخمسين يعني هو طبعا الدول انتشرت اول يومين دول وده طبعا ده السن الكامل اللي الناس بتيجي فيه لكن طبعا مع التغيرات اللي حصلت بقى للأسف بتيجي لشباب كتير جدا وبيهملوا القصة سواء ولاد او بنات البنات الحقيقة بتهتم قوي بموضوع الشعارات الدموية الصغيرة اللي انظهرها في رجلي وشكلها مدايقني او مش عاجبني بنبتدي معاهم بقدري والحقيقة بيجيبوا نتائج كويسة قوياني طيب للناس اللي معمليتش بقى عمليت الدولي الاعراض بقى لو انت مثلا فضلت تصبر تصبر وبتقول انا مش عاملها دلوقتي اوه ده سؤال كويس جدا حقيقة يعني دايما الناس تيجي تقول لي كده انا عندي دولي وعملنا دوبلكس اشعة على الاوردة وطلق عني فيه دولي يقول لي لا انا مش عايز عاملها لو فضلت سنة سنتين يحصل لي حاجة ما انا كده كده عايش بقى لي سنتين تلاتة لا يعني وحاك هيحصل حاجات مش هيحصل حاجات لون الجلد هيتغير في اخر الرجل تحت لون الجلد بيتغير القرح اللي بتيجي في الرجل اللي قدر الله ممكن تعمل جلطات وثير جدا جدا زي ما قول حاجة كده الشباب لما بيجو لي بيجو بمشاكل الدوالي مش بالدوالي نفسها عكس البنات يعني البنات بتهتم شوائب نفسها اللي هي بتجاه في الاول بزبط شعارة الدوالي الصغيرة اللي بنعالجها بالحقن بالليزر اي ان كان يعني انا هزا نقل لك صح لنطة الليزر بقى انت دلوقتي حضارك بتعالج الدوالي بالليزر ودي تكنية اعتبر احدث تكنية في علاج الدوالي اه احنا عندنا الحمد لله جهز من اعلى اجهزة العالم تردد ودقة في علاج الدوالي نسبة مضعفاته لا تتجاوز واحد في المية من المشاكل اللي بتحصل زي حساسية شوائد حساسية كده في الجلد الكلام ده حاجات بسيطة اوي نسب قليلة جدا معظم الناس اللي عندنا تعالجه واختافت تماما اعتقد فيه فيديو موجود انا اردو انا اردو اه ده الدوالي بتختفي فورا درجة ان فيه ناس اه شفت الفيديو اه بعته وقاله this is magic فده دي حاجة كويسة اوي لكن طبعا تظل النقطة امتى استخدم ليزر يا جماعة مش كل الحالات اللي عندها شعيرات دموية كنتو عليها دوالي ليزر هو ده الفيديو اه بظبط اه اه هي دي الشعيرات اللي باينها قدامنا ده البروب بتاع الليزر ليه اقطار وليه قوة يعني قصة كده كبيرة بنظمتها يعني دي الحالة اللي بينفع معاها الليزر بظبط بظبط براقي هي دي الشعيرات الدموية الصغيرة اللي احنا ينفع ان احنا نعمل لها حقن يا سوري ان احنا نعمل لها دوالي بالليزر لو اكبر من كده شوية يبقى حقن يعني مش كل الدوال يا جماعة اللي عنده دوالي شعيرات دموية تنفع لها ليزر لأ يعني دي مهمة قوي ما انا كنت نسى اقول لك ايه الحالات اللي بينفع معاها الحقن او الليزر تمام انا طول ما عندي الاولدة السطحية والعميقة سليمة اي حاجة تنفع برا سواء حقن او ليزر لكن طالما الوليد السطحي ابتدى يبقى فيه مشكلة يبقى لازم عملية نعمل دوالي داخلية بالليزر هي اسطرة وبندخل بدون اي فتحات جراحية خالص في الرجل وبندخل وبنكوي الوليد هو جواب اسطرة الليزر بس ايه اكتر حاجة امان يعني اش ليزر هو المشكلة طبعا الكوست بتاعه شوية عالي عن الجراحة اه ما بقاش قوي الحقيقة يعني احنا حتى عاملين عندنا اوفر اه اقول لي الناس بقى اوفر يكاد يكون تقريبا قريب من تمن الجراحة انا بيصعب علي الناس اللي تروح لحد مش متخصص اه واللون بنعملكوا الدوالي جراحة والليزر ده بيرجع والليزر ده حاجة كده لسه طلعة وهتنتهي وهتخلص انا الناس دي بتصعب عليها اه على مستوى العالم كله دلوقتي كل الناس بتتكلم في الليزر والتردد الحراري والبخار اه يعني احنا قريبا قوي ان شاء الله في خلال شهرين ثلاثة هنبقى اول سنتر في مصر اه يشتغل اه الدوالي بالبخار احنا هنقفل الدوالي وهنعالج الدوالي بالبخار 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 برضو بدون مخدر بدون ما نقعد في المستشفى يوم واثنين وثلاثة احنا بنعمل عملية الليزر والكلام ده ساعتين ثلاثة وبالروح وبنرجع نشتغل تاني يوم عادي جدا مفيش مشكلة طب انا كنت عرف ان خدركك عالجت واحد اه يعني كان هيبتر ساكو فانت عالجت عمصابر عمصابر اه احكي لنا كده كده دي من احلى الحالات اللي اشتغلتها في عمري من اول ما اشتغلت طب من 2008 هو الراجل الحقيقة لف لف كتير قوي على دكاترة كتير جدا 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 يبقى انا مجدد بشوال لما قلت اشهر الدكتور جراح ربنا يبارك فيك دازوقك هو ده الفيديو من دون قطع كلمك ان انا شفته الايد المقطوعة واللي انت بيترجحها تاني وحاجات غريبة كلا لا 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 انا شفت حاجات يا جماعة صعبة لا هو عمصابر بس باختصار يعني هو هو لف على ناس كتير وكل الناس اخدوا القرار بالبطر يعني فجالي فهو صعب علي يعني هو الراجل انا حسيته ابويا يعني راجل غلبان كده وبيتوسم فيك الخير وبيستنجد بيك دي نعمة من ربنا ستعالى ان الناس تجي لك عشان انت تلحق باذن ربنا يعني بس دخلنا الحالة واخدنا قرار كان جريء شوية الحقيقة لان كان عنده انسداد في شارعين البطن الكاملة فضلنا تقريبا في العملية حوالي سبع ساعات كل الناس اللي كانوا حوالي خلاص يعني خلاص يعني دي هابلس يعني خلاص نقفل وخلاص وهو ظروف يعني الحمد لله انت عارف انت لما ربنا بيوفقك ويصبرك على الحالة عملنا حاجة كده متعملتش قبل كده والحمد لله بفضل ربنا برضو دي كانت تعتبر براءة اختراع بعثتها لندن وتسجلت وطلع بيبر بيها ان احنا عملنا بلون مزدوج عشان يفتح الشوريان كامل يعني يعني مش مش هوجع دماء حضراتكو والمشاهدين بالتكنيك يعني والعادة اللي لما تبقى حاجة مصدودة دخلنا بحاجة وانت علقته بفضل ربنا صح ازي نسمع بقى الوفر اللي انت بتقدمه من خلال برنامج الجريء والجميلة لكل الناس اللي عايزة تعمل احنا عاملين اوفر على دوالي الليزر مش هقول اسعار يعني بس احنا عاملين دسكاونت 30% وده بيخلي تمنها قريب جدا 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 من سعر الجراحة وده يعني فعلا يا جماعة عاملوا دوالي ليزر للي ينفع طبعا لان فيه حالات ما بتنفعش معها دوالي ليزر اللي مينفعش يعمل جراحة اه يعمل جراحة دكتور سامح انا بجد بشكرك جدا على المعلومات القيمة بسي جدا انا اتخرفت بيكم ومعليش الجو بقى عطر الناس كلها انا عايزة للك يا جماعة كلكم تخشوا على البيتجي بتاعت الدكتور سامح وهو بينزل فيديوهات كتير تستفادوا منها واللي عنده دوالي يلحق نفسه واللي خلاص قتله الدوالي برضو يلحق نفسه الدكتور سامح بيعمل اي حاجة في الدوالي نروح لفاصل ونرجع لك تاني السلامة للجميع انا فاطمة بدر مصرية موليد الامارات وعايشة مقيمة فيها زياراتي المصر كانت محدودة جدا اخر زيارة ليا كانت في صيف 2019 يلي اثناء زيارتي تم تشخيص حالتي المرضية بجلطة حردة بالاوعية الدموية في قدم اليسرى كاملة يوم 3-7 لقيت نفسي فجأة بالعناية مركزة وبفضل الطاقم الطبي بالمستشفى تم حضور الدكتور سامح الامام يلي اجرى لي عملية قسطرة والحمد لله بفضل الله ثم بفضل دكتور سامح انا عم يتم حالة الاستشفاء ان شاء الله يعني بسرعة ان شاء الله دكتور سامح الامام من الدكاترة يلي قلبا وقالبا قمة الاخلاق وقمة الضمير وقمة الضمير الانساني والطبي هو مش دكتور هو صديق واخ كبير يعني انا